أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في فيديو جديد اليوم فيديو مهم لكل أصحاب الأجهزة الأندرويد سواء كانت شاشة أو جهاز تيفو بوكس أو جهاز تيفي ستيك وكل أصحاب الأجهزة اللي بنظام التشغيل جوجل تيفي هنتعرف اليوم على حل مشكلة بتقابل بعض المستخدمين مع بعض التطبيقات على أجهزتهم الأندرويد زي مثلا لو دخلنا هنا فيه تطبيق سيد لود لانشار والتطبيق ده متوفر في متجر جوجل بلاي وموجود على الأجهزة اللي بنظام جوجل تيفي التطبيق ده من خلاله بتقدر انك انت تعرف على كل التطبيقات اللي موجودة عندك على جهازك حتى التطبيقات اللي بتبقى من خارج المتجر وجده مثلا دخلنا فيه تطبيق من التطبيقات زي تطبيق جي سي بوب وده تطبيق لتشغيل كاميرات المرأبة ندخل في التطبيق للأسف بتلاقي ان التطبيق زي مواضح كده قدامك بيبقى موجود بالشكل البروتري وموجود فيه جزء من الشاشة وباقي الشاشة زي ما انت شايف كده بتبقى باللون الاسود تقريبا بيستغل لتلت حجم الشاشة وباقي الشاشة هنا بيبقى غير مستغل وده بيضايق المستخدم لان المستخدم طبعا بيفضل ان يكون التطبيق بحجم الشاشة الطبيعي وده اللي هنقدر ان احنا نعمله في فيديو اليوم هنقدر ان احنا نشغل اي تطبيق يظهر معك بالشكل ده ونحل المشكلة ويظهر معك التطبيق ويبقى التطبيق عندك بحجم الشاشة كلها علشان تقدر تستمتع باي تطبيق انت بتشغله عندك على الشاشة والفيديو مليان بكتير من المعلومات المهمة هنتعرف على عدد من التطبيقات معنا اليوم في فيديو اليوم تطبيقات مهمة لازم تبقى موجودة عندك على جهازك الاندرويد كمان بعض هيسأل ويقول يا بو حميد انت كنت اتكلمت قبل كده على تطبيق للوريانتيشن وموجود داخل متجر جوجل بلاي هل التطبيق ده يحل المشكلة للأسف تطبيق اللي اتكلمنا عنه بيعالج بعض المشاكل زي التطبيقات اللي بتبقى بشكل مقلوب بيقدر نعالج مشكلتها او بعض التطبيقات التانية اللي بتبقى جاية بشكل مختلف لكن هنا مع تطبيق زي التطبيق اللي موجود معنا ده للأسف ان تطبيق الوريانتيشن اللي اتكلمنا عنه ما بيعالجش المشكلة وما بيقدرش يشغلي التطبيق بكامل الشاشة الا مع تنفيذ امر مهم هنتعرف عليه من خلال الفيديو فيديو مهم هتقدر من خلاله انك انت لو ظهر معاك اي تطبيق بالشكل ده انك انت تقدر تشغله بحجم الشاشة كلها وبكامل الشاشة لو اول مرة تشوفني ما تنساش اشتراك معايا في القناة وتتفرج على الفيديوهات القديمة والفيديوهات اللي جاية ولو انت بشترك معايا ما تنساش الاعجاب بالفيديو ولو عندك اي سؤال اكتبوا ليه في التعليقات وان شاء الله هنجاوب عليهم جهاز اللي موجود معنا في الشرح هو جهاز ميكول KM7 Plus وبنظام التشغيل جوجل تيفي في البداية في بعض الاعدادات لازم ننفذها عندنا على الجهاز قبل ما نتبع الخطوات ونعرف خطوات الحال هنا بنيجي ندخل في الاعدادات وبعد كده بندخل في كل الاعدادات وبننزل ندخل في النظام وبعد كده بندخل فيه لمحة بننزل في لمحة لغاية ما نوصل عند اصدار نظام التشغيل اندرويد تيفي وبنضغط من الرموت على سيليكت سبع مرات لغاية ما بيظهر معايا لقد اصبحت مطور برامج هننجرب مع بعض بنضغط على سيليكت واحنا وقفين على اصدار نظام تشغيل اندرويد تيفي سبع مرات بيقول لي لقد اصبحت الام مطور برامج هنرجع بالصفحة اللي قبلها او للاعدادات اللي قبلها وبعد كده هننزل في الاعدادات اللي موجودة في النظام هنلاقي ظهر عندي اختيار جديد او اعداد جديد خيارات مطور برامج هندخل في خيارات مطور برامج وبعد كده هننزل هلاقي في عندي تصحيح اخطاء يو اس بي لازم افعل الاعداد ده وانا واقف عليه بضغط سيليكت من الرموت وبعد كده بضغط على حسنا وهنا هلاقيه تفعل معايا تصحيح اخطاء يو اس بي هنرجع للصفحة الرئيسية وبعد كده هنيجي ندخل في التطبيقات وبعد كده هنيجي ندخل في عرض الكل وهنا هنحتاج تطبيق داون لودر الشهير بندخل في تطبيق داون لودر بنطلع في مستطيل البحث وبنبدأ نكتب بنكتب 956363 بعد ما بكتب الرقم ده 956363 انا بنيجي نضغط على جو او بنضغط على جو هنا بالنسبةak بعد كده بنضغط على تثبيت وهنا بنضغط على تم بنضغط على delete علشان نحزف ملف التحميل احنا مش محتاجين فحاجة بنضغط على delete وبنضغط على delete التانية بنرجع للصفحة الرئيسية وهنا بنضغط في عرض الكل في التطبيقات هندخل في تطبيق Side Load Launcher هلاقي كل التطبيقات اللي موجودة عندي على الجهاز هنا وهلاقي منها التطبيق اللي لسه احنا دوقتي منزلينه وهو تطبيق Remote ADP Shell التطبيق ده مهم اللي يازم يبقى موجود عنده تطبيق Remote ADP Shell بندخل في التطبيق اوكي بعد كده بندغط على اوكي في الرسالة اللي بتظهر معايا وهنا في IP Address او الاعداد بكتب الرقم 127.0.0.1 بعد ما كتبت الرقم ده بنزل اضغط على التالي وهنا بينزلني عند الاعداد اللي بعده بلاقي مكتوب اربع خمسات انا ما بديش عندها بسيبها زي ما هي اربع خمسات وبنزل اضغط على التالي بعد كده هنا بطلع من لوحة المفاتيح وبضغط على Connect هنا بيظهر معايا هل تريد السماح بتصحيح اخطاء USB بعلم هنا على السماح دائما من هذا الكمبيوتر بضغط عليها اوكي وبنزل تحت اضغط على سماح بعد كده هبدأ اكتب الجملة اللي هتكتبها مع بعض خلي بالك معايا وتخلي بالك من الحروف اللي هتكتبها هنبدأ نكتب مع بعض بكتب وم مسافة ست شرطة فكس شرطة تو شرطة يوزر شرطة روتيشن مسافة ديس ايبولد بعد ما كتبت الجملة دي باجي هنا اضغط على Run بعد كده بارجع للصفحة الرئيسية وهنا بدخل في عرض الكل للتطبيقات بنزل ادخل في side load launcher وهنبدأ نجرب التطبيق اللي موجود معنا اللي كان موجود بالشكل البرتري وموجود في جزء فقط من الشاشة هنبدأ ندخل في تطبيق GCMob هلاقي ان التطبيق بقى موجود في كل الشاشة وبحجم الشاشة الطبيعي لكن للأسف التطبيق في الوضع الافقي احنا محتاجين ان التطبيق بقى موجود معايا في الوضع الصحيح او الوضع الطبيعي في الوضع العمودي فهنا هحتاج بقى لتطبيق orientation اللي تكلمنا عنه قبل كده اللي هسيب لك رابط الشرح اسفل الوصف هنعمل ايه؟ هنرجع للصفحة الرئيسية بعد كده هندخل في عرض الكل في التطبيقات وهنا هندور على التطبيق اللي كنا نزلناه قبل كده اللي بيعالج مشاكل التطبيقات المقلوبة ده التطبيق جيرة باناتيلا بنضغط عليه كده وهنا بنطلع فوق نعلم على comments علمنا على comments بعد كده بننزل بنعلم على landscape بنضغط على landscape بنرجع للصفحة الرئيسية وندخل في عرض الكل وننزل ندخل في تطبيق side load launcher وننزل ندور على تطبيق الكاميرا اللي موجود معانا تطبيق gc mob بندخل في التطبيق كده بلاقي ان التطبيق بيظهر معايا بحجم الشاشة الطبيعي وبيظهر معايا في الوضع الصحيح هنا بنعلم على camera وبننزل نضغط على next وبكده تكون قدرة انك انت تحل مشكلة اي تطبيق يظهر معاك بالوضع البرتريي ويظهر في جزء من الشاشة وتقدر انك انت تستمتع بالتطبيق اي تطبيق في حجم الشاشة الطبيعي وفي كامل الشاشة احنا لو حبينا نرجع للوضع الاولي ويبقى التطبيق بالشكل البرتريي وفي جزء من الشاشة هننفذ الخطوات ازاي هنا بنيجي ندخل في عرض الكل في التطبيقات بندخل في تطبيق side load launcher وهنا زي ما عملنا في بداية الشرح بنحتاج تطبيق remote adp shell وده بيبقى شكله بندخل في تطبيق remote adp shell وهنا بلاقي موجود عندي الرقم اللي كتب ده في بداية الشرح 17.0.0.1 انا ما بجيش عنده كل اللي هعمله بضغط على التالي اربع خمسات في الخانة اللي بعدها ما بجيش عندها بضغط على التالي وبعد كده بطلع من لوحة المفاتيح وبنزل عند connect وبضغط اوكي وهنا ببدأ اكتب الامر جديد نفس الامر ولكن في النهاية بدل من اخر كلمة disabled هنكتب enabled هنكتب مع بعض بعد ما كتبت الامر ده باجي هنا قدرت على run بعد كده هنرجع للصفحة الرقصية ننزل نجرب التطبيق اللي معانا تطبيق gc mob بتلاقي التطبيق بيظهر معاك بالوضع البورتري وبيظهر معاك في جزء من الشاشة او في منتصف الشاشة لو انت ما عندكش تطبيق من النوعيات دي اللي بتبقى موجودة بالشكل البورتري او لو عندك تطبيق من التطبيقات بيبقى بالوضع المقلوب فنصيحة بلاش انك انك تجرب تستخدم التطبيقات اللي تكلمنا عنها زي تطبيق remote ADP shell او التطبيق orientation اللي تكلمنا عنه طالما ما عندكش مشكلة في تطبيق من التطبيقات عجبك الفيديو ما تنساش الضغط على لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته